في سياق التوجهات نحو التعليم المهني وتوسيع نطاق الملتحقين في تخصصاته المختلفة تسعى جهات التدريب المختلفة إلى إشاعة وعي إيجابي تجاه المهن التقنية والحرفية لجعلها خيارات أصيلة لدى الملتحقين وليست خيارات ملزمة يذهب إليها أبناؤنا لغياب البدائل المناسبة لتطلعاتهم لا بد من الاعتراف أن يد واحد لا تصفق وبالتالي لا بد من تكامل كافة الأدوار لدى كافة الجهات وهذا بالطلب الصحيح خطط إعلامية وتوعوية على مستوى الطالب المنزل للأسرة المجتمع لضمان توجيه الشباب والشابات الأردنيين والأردنيات للاتحاق بفرص التدريب والتعليم المهني والتقني ومؤخراً من باب تحفيز الشباب الأردني تم تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية للتوجيه والإرشاد المهني وأتوقع أنها قريباً جداً ستنهي عملها واثنين تم إجراء بعض التعديلات على القوانين النظمة وخاصة النظام الخدمة المدنية الذي ضمن للمهنيين الملتحقين بالخدمة المدنية أن يرتقوا بالسلم الوظيفي إلى درجات متقدمة أن يكون المهني أي أن كان اختصاصه في المهن الحرفية الصناعية الزراعية السياحية وحتى المهن الطبية يجب أن نصل لمرحلة أن الشخص الملتحق بهذه البرامج يفتخر وكأنه في مهن متقدم وهذا القضية تحتاج إلى جهد وطني خبراء التعليم المهني وتنمية الموارد البشرية يؤكدون أن تكلفة غياب التعليم المهني جيد على الدولة والمجتمع يفوق أضعاف تكلفة ما يمكن أن تدفعه الدولة لتعليم من تحتاجهم الأسواق من مهنيين واتقديين مؤهلين التعليم والتدريب المهني حاجة ملحة لأنه له كلفة ولكن من المعروف أن كلفة التعليم والتدريب المهني والتقني هي أقل كثيرا من الكلفة الناتجة عن عدم التدريب وعدم الخوض في التعليم التقني والتدريب لأن التعليم والتدريب المهني يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لمؤسساتنا الصناعية والخدمية وفي نفس الوقت أيضا يعظم من القيمة المضافة على المنتجات ويقلل عمليات الهدر في الوقت وفي المواد الأولية وفي التجهيزات وفي غيرها على الرغم من أن الحكومة أخذت تفرد نظريا في الآوينة الأخيرة مساحة واسعة للتعليم المهني إلا أن نسبة الملتحقين بالمعاهد والمدارس الصناعية والتقنية ما زالت متددنية بالمقارنة مع دول تشبهنا فما بالكم كيف سيكون الحال لو تحدثنا عن الدول المتقدمة؟ أتأني تمام يعني فيه عندنا سبعين ألف طالب وطالبة ينخرطون في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقنية إنه النسبة المئوية للمتحقين في التعليم المهني حتى قليلا قياسا مع الدول الأخرى في وزارة التربية والتعليم يمكن ما بيلتحق في التعليم المهني أكثر من 13.5% من عدد الطلبة اللي بيكمنه صف العاشر بينما يعني حين تنظر أنت إلى دول كثيرة وأنا يعني ما بدي أضرب يعني مثال في الدول المتقدمة زي ألمانيا أو بلجكا أو سنغافورة أو غيرها لكن يعني بمصر بالمغرب العربي بالجزائر بسوريا في الأوضاع الهادئة سابقا كان عدد الطلب اللي بيلتحق في برامج التعليم المهني والتقني بتزيد عن الأربعين من 40 إلى 50 في البيت للانتقال من النظرة التقليدية إلى المهن التقنية والحرفية والالتحاق ببرامج التعليم المهني إضافة إلى تحولات عميقة مطلوبة في نظرة المجتمع تجاه هذا النوع من المهن مطلوب من الحكومة حوكمة هذا النوع من التعليم واشتقاق آليات مناسبة لوضع كل مؤسساته تحت مظلة قانونية واحدة فالاستراتيجية يمكن ركزت على ثلاث قضايا أساسية القضية الأولى اللي احنا كنا نسميها دائما القبرنس أو الحاكمية حوكمت قطاع التعليم المهني والتقني أعتقد أن هذا هو أحد المشاكل الموجودة الآن بالتعليم المهني والتي لم تقم الحكومة حتى هذه اللحظة بإصدار قرارا حاسم فيما يتعلق بها احنا هذا القطاع مشتت هذا مشتت بين مؤسسات مختلفة وزارة التعليم العالي وجامعة البلقة تعمل تعليم تقني وزارة التربية والتعليم تعمل تعليم ثانوي ينتهي بالتوجيه مؤسسة التدريب المهني بتعمل برامج تدريب لا تؤدي إلى التوجيه وانا ما تؤدي إلى شهادات بالاختصاصات المختلفة الشركة الوطنية وهكذا فاحنا عندنا تشريعات مختلفة مجالس مختلفة في مجلس التربية والتعليم في مجلس التعليم العالي في مجلس التشريب والتدريب والتعليم المهني والتقني وهذه المجالس صحيح تنسق فيما بينها ولكن كل طرف من أطراف أو أساسات التعليم المهني والتقني بهمهم يعبد المراكز الخاصة فيه بالاستراتيجية لليوم على الرغم من مرور سنة كاملة سنة كاملة على اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي قالت أننا يجب علينا أن ننشئ ما يسمى بالسكلز ديبلولومنت كوربوريشن أو هيئة بناء المهارات إلا أن هذه الهيئة حتى هذه اللحظة لم تنشئ تحدد وزارة التربية والتعليم مصير آلاف الطلبة بعد الصف العاشر وتطلب منهم الالتحاق بمعاهد التدريب المهني وتمتلك الوزارة مدارس صناعية في مناطق المملكة كافة فهل الوزارة تنظر إلى التعليم المهني كضرورة ملحة أم أنها تتخلص من الطلاب الدعفاء أكاديمياً وتقذفهم إلى هذا النوع من التعليم؟ المصدر الرئيسي لتزويدنا بالطلبة والطالبات هو وزارة التربية والتعليم لدى وزارة التربية والتعليم معادل ما يتم بموجبها توزيع طلبة الصف العاشر إلى تعليم مهني وتدريب مهني وتعليم أكاديم وحقيقة نحن لا نتدخل بهذه الآلية لكن ليس كل من يحول إلى البرامج المؤسسية التحق ببرامج المؤسسية الرغبة السيدي هي الأساس إجبار الناس على تخصات معينة قد لا يؤدي ثماره لكن لما أنا بقبل لغاية اليوم 7600 طالب وطالبة منهم بحدود 1600 تحولوا لنا من وزارة التربية والتعليم هذا يعني أنه أنا عندي 6000 طالب وطالبة يجوا طواية عندنا طلال 30 ألف طالب بالتعليم المهني في وزارة التربية لما تنسبهم إلى حوالي 91 من 10 مليون طالب وطالبة تعتني فيهم وزارة التربية والتعليم تجد أنه التعليم المهني يعني 1 على 70 من عدد الطلبة في وزارة التربية والتعليم وبالتالي جل الاهتمام الأكبر في الوزارة يكاد يكون مركز على التعليم الأكاديمي أكثر منه للتعليم المهني الراسخون في معرفة واقع الموارد البشرية يدركون أن هرم العمالة في الأردن مقلوب فالمهندس على سبيل المثال يفترض أن يدير خمسة فنيين والفني المؤهل يفترض أن يدير عشرة عمال مهارة وهكذا دوالي غير أن الواقع الأردني يختلف في هذا المقام نحن لدينا فعلا هرم عمالة يكاد يكون مقلوب في عندنا خمس مستويات الذين يعملون في قطاع المهن وهو مستوى العام المحدد المهارة والعامل الماهر والعامل المهني والعامل التقني ولكن حين تنظر أنت إلى عدد الناس الذين يشتغلوا في كل مستوى من هذه المستويات تجد أنه مثلا نحن لدينا الآن ما يزيد عن 300 ألف طالب في الجامعة وفي كليات المجتمع بينما إذا بتطلع أنت على المستوى الأدب أنه قليلا اللي هي كليات المجتمع 18 ألف وثمانمائة طالب وطالبة وهذا يقل بعشرين ألف طالب عن عدد طلاب كليات المجتمع قبل عشرين عاما نحن عندنا إن كمية 47 ألف مهندس بالأردن وعلى مقاعد الدرس الآن في كليات الهندسة في الجامعات الأردنية المختلفة ما يصل 55 ألف طالب درس مهندس فيفترض أنه كل مهندس أو كل اختصاصي أن يكون مسؤولا عن خمس تقنيين والتقنيين مفروض يكون مسؤولا عن عشر عمال وهذا يعني يشير إلى أنه هرم العمالة لدينا يعني هرم فيه خلم التعليم المهني في الأردن على مفترق طرق الدولة والمجتمع يشعران بأهميته لجهة أن أسواق العمل لم تعد اليوم قادرة على تحقيق ميزاتها النسبية من دون تقنيين وحرفيين مؤهلين بيد أن الناس ما زالوا ينظرون إلى هذه المهن على اعتبار أنها أدى من غيرها الأمر الذي يتطلب أكثر من نوايا حسنة وخطط حكومية قد لا ترى النور